ما هي حكاية الوراء جزيرة الوراء ايه حكايتها يمكن البعض بيحاول يستغل بعض المشاهد ويعمل لنا مشاكل من هنا ومن هنا وبره والحق والدنيا طيب ايه الموضوع النهاردة وزير الاسكان عقد مؤتمر صحفي بخصوص جزيرة الوراء احنا عايزين نسمع هذا الكلام ونتكلم عنه بموضعية عشان يدرك الجميع حقيقة ما يحدث بعض الناس كأنه قلبهم على الناس وحنا عارفين كويس ايه هم عايزين وللعوها بس مش اكتر من كده من بره لكن شعبنا المصري واهل الوراء ناس عارفين كويس ايه مصالح البلد خلينا نقول زي ما قال السيد الوزير الزحف العمراني والنمو العشوائي المتزايد تم يعني بمعدل يصل الى مات الافتنى تضاعفت الكتلة العمرانية في المنطقة اللي كانت دايما مصنفة على انها محمية طبيعية يعني جزيرة الوراء كانت دايما مصنفة على انها محمية طبيعية طيب هذه المنطقة انعدمت فيها الخدمات الاساسية واصبح فيه تأثير سلبي على النيل وعلى البيئة المحيطة بهذه المنطقة مساحة الجزيرة تبلغ الف امتين خمسة وتسعين فدان وطبعا دي شاملة مساحة اراضي النحر المنازل المتواجدة بيها خمس تلاف تسعمية ستة وخمسين منزل على مساحة ربعمية فدان المساحة اللي تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ تمنمية تمانية وتمانين ونص اي بنسبة واحد وسبعين في المية بعد استبعاد مساحة النحر طيب الدولة وضعت اجمالي المرحلة العاجلة ناتبني اربعة وتسعين برج بما يساوي تسكين اربعة تلاف او بما يبقى فيه حوالي اربعة تلاف اتنين وتسعين وحدة سكنية طيب ايه عملت يا حكومة للناس الغلابة قالوا ان عملية التطوير بتعتمد على الشراء الرضائي يعني برضى الناس وطرح البدائل المختلفة للسكان لاسلوب التعويض المناسب زي اللي تم في مشروع مسلس مزبيرو سواء فيما يتعلق بالتعويضات الخاصة بالمباني او الاراضي الزراعية عملية التعويض دي يا جماعة عملية التعويض للمباني قبل التطوير تم الاتفاق انها تتم من خلال جهات الدولة المعنية مش هتبقى المسألة كده ايه كلام وبالاستعانة بخبراء التقييم العقاري اللي هي بنسميها اللجنة الربعية للتخمين تعويض المواطن حيتم ازاي؟ حيتم عليه اساس نمرة واحد ثمن الارض زاء الثمن المنشأ زاء التعويض اجتماعي 16 الف جنيه للغرفة الساكنة طب ايه عملت يا حكومة؟ عملوا عدة خطوات كما قيل وكما تحدث بيه وزير اسكان تم اتاحت 867 وحدة مفروشة مجاني بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي مخفضة السعر بمدن العبور وحدائق اكتوبر ومطار انبابة لمن يرغب في الحصول على وحدة سكنية اما عن التعويضات الخاصة بالاراضي الزراعية فهيبقى فيه تعويضات مادية للفدان الزراعي 6 مليون جنيه وتعمل في نفس الوقت 200 فدان في مدينة السادات بسعر الفدان 375 ألف جنيه للفدان يعني اللي بيرغب في شراء اراضي من دي قيمة فدان واحد في جزيرة الوراء يوازي 16 فدان بمدينة السادات طيب التعويضات وفق وزير الاسكان والحكومة تم تعويض حتى الان لعدد 4145 حالة تمثل حوالي 832 فدان بقيمة 5 مليار جنيه وبكده يكون اجمالي المصروفات كالقاتي التعويضات لكامل الجزيرة جزيرة بكاملها 5.7 مليار جنيه اجمالي تعويضات الاراضي 5 مليار جنيه اجمالي تعويضات المباني 600 مليون جنيه لعدد 2034 منشأة منهم تقريبا 111 مليون جنيه تعويض اجتماعي طيب بالنسبة لتعويضات منازل طرح النهر دي برضو بالتراضي 85 مليون جنيه لعدد 200 منشأة منهم 20 مليون جنيه تعويض اجتماعي بخلاف 320 مليون جنيه تحت حساب تعويضات قرارات نزع الملكية اي ان اجمالي تكلفة السكن البديل تساوي 2 مليار جنيه اما عن قرار نزع الملكية رقم 37 لسنة 2021 100 متر يمين ويسار محوى الروض الفرج و30 متر كورنيش الجزيرة الكورنيش لحوالي الجزيرة ده فيما يخص حرم روض الفرج ده حيتم للاغراض القومية بمساحة 91 فدان نزع يعني هنا تم نقل ملكية حوالي 66 ونص فدان وعدد 329 منزل من اجمالي عدد 550 منزل سكني اما فيما يخص 30 متر حرم كورنيش النيل حول الجزيرة ده تم بمساحة 85 فدان تم نقل ملكية 55 فدان بنسبة حوالي 65% واجمالي عدد المنازل 350 منزل تم نقل ملكية 131 منزل بنسبة 38% ده الكلام اللي اتقال عن قضية جزيرة الوراء لكل من يريد ان يفهم المعلومة ويدرك ما حدث وما قاله السيد وزير الاسكان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة